بسم الله الرحمن الرحيم سعدة سيد دارين تانج المدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو معالي سيدات والسادة الوزراء السيدات والسادة الأفاضل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المنقرين أصحاب السعادة السفيرات والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية السيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أتقدم في بداية كلمتي بتحية إعزاز وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية من منطلق حرص سيادته البالغ على توطيط دعائم منظومة الملكية الفكرية في مصر كما يطيب لي أن أرحب بحضراتكم اليوم في فعليات هذه الاحتفالية التي تنظمها الدولة المصرية من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعيها في مصر وتعد إنعكاساً حقيقياً لاهتمام الدولة المصرية البالغ بهذا الملف إيماناً بأهميته وإدراكاً لما تلعبه منظومة الملكية الفكرية من أدوار في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة برؤية مصر 2030 بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وإلمامها بالدور المتعازم لاقتصادي المعرفة والتطور التكنولوجيي ومن هذا المنطلق فقد صدرت توجيهات فخامة سيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تتولى سياغة استراتيجية وطنية متكاملة للملكية الفكرية وعليه أصدرت قراراً بتشكيل لجنة برئاسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء وبعدوية ممثلين عن كافة الوزرات والجهات المعنية لسياغة الاستراتيجية وإنني على يقين كامل من أن كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لن تتدخر جهداً في الاطلاع بأدوارها وتنفيذ المهام المطلوبة منها سواء من خلال اتخاذ سياسات قطاعية ملائمة تتصق أهداف ومحاور الاستراتيجية أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة من أجل تحقيق هذه الأهداف ولا يفوتني في نهاية كلمتي أن أكرر أسمى عبارات الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الجمهورية على فائق رعاية سيادته واهتمامه بهذا الملف الهام كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ولكافة من شاركوا في سياغتها وإعدادها وإخراجها وختاماً فإنني يسعدني أن أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس الجمهورية والله أسأل أن يكلّل جهودنا بالنجاح والله ولي التوفيق وشكراً لحضراتكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة